هي بداية فعلية للعملية الانتخابية الرئاسية قناعتي هي أن الأزمة حلها الآن بين أيدي الشعب الجزائري الأبي الشعب والشعب وحده هذا الشعب الذي قرر أن يتحكم في مصيره وأن يقرر مصيره الأزمة السياسية تحتاج إلى حلول باش نبقى مكتوف الأيدي فالبيت انتعي كمتفرج أقول لا أنا أذهب للشعب الجزائري الأبي لأني أؤمن بأن السيادة والأحقية في إخراج البلاد من الأزمة تعود للشعب الجزائري هو السيد إذا كان كان وصايا على الشعب في الماضي هذا العهد ولا وانتهى السيدة للشعب أنا أخاطب الشعب الجزائري ببرنامجي الذي هو برنامج يأتي بالحلول اشتركوا في القناة